نرى أن ثلاثة كلمات متتالية هي مختلفة في عنوينها وفي مباحثها ولكنها تصوب في اتفاق وتصوب في رؤية مشتركة نرجو أن تدفع على أكثر مع المحاضرات القادمة المداخل الوالي للدكتور عبد البسط الناشي وهي بعنوان الخلاف بين التياوات الدينية في الواقع المعاصر الجد للحصول الكلامي فليتفضى المشروع بسم الله والصلاة والسلام وراء رسول الله أعتقد وإلى اللقاء مستمعكم إلى المحاضراتين السابقات أود أن أطرحكم لأنني سألت أرتجل الكلام لأنني سألتقل في سلط مضوعة ولذي أحتاج مني إلى قراءة بعض الفقرات قراءة نقلية حرفية لأن المساء الحساسة تتعلق بالمساء الحصولية والكلامية وخاصة فيما يتعلق بالاختلاف حول تخميل آيات الصفات والأسماء بين ما أصبح يسمى اليوم الصراع المتزوج بين المدرستين الأساسيتين البارزتين على الساحة وهما المدرسة الأشعرية والمدرسة السلطين فأرجو منكم قليلاً من التركيز وكذلك تدقيقاً فباستماع لأن المساء فيها الكثير من المصلاحات الشرعية فقبل أن نتقل في سر الموضوع أقول أن النص الشرعي يجب أن ننظر إليه من ثلاث زوان أو يجب أن نتعامل معه على المستويات الثلاث المستوى الأول هو مستوى الفهم المستوى الثاني هو مستوى الكسكثمار ثم مستوى التوظيف والتنزيل في الواقع تحقيقاً للأسارة والمعاصر هذه المعادلة هي التي تقسم التعامل المسلم مع الرص الشاي وتقيه الفروج عن التوافقات وتقيه الفروج عن الاهتلاف الذي رغم إلى تحقيقه فحتى الاهتلاف في النظر إلى النص هو في النهالة يصب في تحقيق الاهتلاف الذي يوحد بين المسلمين وهذا نستشده من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدود ما يفعله؟ ينكون عنه تحريف الغالين هذا ندويه بماذ؟ بالتقسير يجب أنه أصل المسائل الشرعية حتى لا نقع في التحريف والتحريف هو ما يدعه القلوب وتطرف النظر إلى النص الشعي من زاوية واحدة ثم يواصل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وانتحال المقتلين هذا ندويه كذلك بحسن التوظيف والتنزيل في الواقع فالنص الشعي يجب قبل أن نتعامل معهم على مستوى نظر البحث يجب أن نأخذ بعيد الأدبار البيئة والواقع التي نعيش فيها حتى يكون تنزيل النص في الواقع تنزيلا أولا رفيقا ليلا ثم كذلك مناسبا وغير متعص ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول وتكويل الجاهدين إذن الحديث هو يحمل هذا العلم من كل خلف العدوله يكون عنه تحريف الغارين وانتحال المقتلين وتأويل الجاهلين اليوم فيما يتعلق بالمدرسة الثالثة وهي المدرسة السلفية ماذا وقع بالضبط؟ وقع نوع من التحول من اسم كان محل اتفاق بين جميع المسلمين تقريبا وهو اسم المحبب إلى نفوسنا وهو اسم أهل السنة والجماعة إن اسم آخر هو اسم السلفين نحن نصد ضد التسمية حتى من باب البحث العلمي يجب أن نكون ضد أي تسمية ما تمت هذه التسمية تقفى للمنظومة الإسلامية لكن أن تتحول إلى شعار يقصد من ورائه احتبال الخطار باسم السنة والجماعة في مقابل إخراج الأطراف الأخرى عن أهل السنة والجماعة هنا يتحول الخلاف إلى خلاف لا طبيعي لأن الخلاف الأول كان خلافاً طبيعياً يخضع لسنة الله تعالى في الكون أما أن يتحول إلى هذا الشكل إلى السراع خنائي كل أحد يسعى إلى اعتكار الخطار باسم النص الشرحي ويقصد آخر هناك الخلاف أخذ منعرجاً خطيئاً لذلك أولد أنا في مداخلتي سأركز عن المسائل التي فعلاً هي أثارت أشكاب بشكل أساسي بين المدرستين خصصت المدرستين لأنهما فعلاً أصبح الصراع بينهم على الصحة طاغياً في الوقت الحاضر ثم خصصت مداخلتي على مسألة المسائل الكلامية والأصولية لأن أبرز الإشكالات انطلقت من هذه المسائل حسناً بعد ذلك لكم شاي 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 أنا أقول السلفية في الحقيقة التي وظفوها لكي تصبح بديلاً عن إسمها للسنة لم يكون ظهورها على هذا الشكل بالعكس السلفية كلمة جميلة جداً ظهرت كحركة إصلاحية شاملة وظهرت على يد اسمين باديزين اسم الأول هو الشيخ محمد بن عبد الهاب في الجزيرة العربية الذي أراد أن يوحد الأمة الإسلامية هناك على العقيدة الإسلامية تجنباً للوقوع في المظاهر الشركية والمزعبلات الصوفية والشيائية إلى آخر ذلك ثم رجل ثاني الذي جاء بعده في القرن التاسع عشر الشيخ محمد بن عبد الهاب في القرن الثامن عشر وهو جمال ديلا الغالي وهو كذلك سلفي أراد أن يجمع الأمة تحت راية الخلافة الإسلامية بمنهج كذلك المنهج سلفي لكن لماذا وقع التركيز على الشيخ محمد بن عبد الهاب؟ أكثر مما وقع التركيز على جمال ديلا الغالي يبدو أن العملية مرتبطة بما كنت أذكره سابقاً بمسائل الاحتلاف حول فهم الآيات والحديثة التي تتعلق بالأسمات والصفات حول فهم بعض المسائل الكلمية الأصولية التي لم يركز عليها كثيراً الشيخ جمال ديلا الغالي في قتل ما ركز عليه الشيخ محمد بن عبد الهاب يوم من قبل جذلك ابن تانية وابن القرن المنهجة الثانية هذا الفكر السلفي الذي هو في الحقيقة نوع من البحث العلمي بمسائل شرعية وبطرق شرعية وبناهج كذلك علمية محبول على مستوى الدراسات الأكاديمية لكن في المجتمع التونسي لاحظنا نوع من النفور من هذه الكلمة ومن هذا المنهج ما هو السبب في نفور المجتمع التونسي من ناهرة السلافية خاصةً بعد جروزها على سطح الأحداث فيما بعد الثورة مع المتجرات السبب يعود إلى السببين السبب الأول هو بطبيع حال نتيجة السياسة للرئيسية المخروعين التي كانت فعلاً تعتبر أن السلافية ليس لها موجود لا في الفقه المالكي ولا في جامعة الزيتونة ولا في المجتمع التونسي فضلاً عنها كانت تحصل جانب التدين في العلاقات الشخصية بين المسلم وبينه وبين ربه وتبصي المسألة الدينية بها المسألة اجتماعية والسياسية والاقتصادية السبب الثاني هو كثرة تندلت النخبة بين الظفرين تندلت الأجلال وإعادته حول السيتونة السيتونة المال الفقر المالكي العقيدة الأشعرية إلى فترة كثرة هذا الحديث تمرش الأسمع الشاب التونسي من كثرة ما سمع التركيز تركيز النخبة تركيز جامعة سيتونة سيتونة على الاندماء للمالكي والاندماء للعقيدة الأشعرية حتى أنهم أرادوا أن يعرفوا ما سر هذا التركيز على هذا المغم فقط وعلى هذه العقيدة فقط والتغافي بل هو المحاربة والتصدي لكل ما هو آدم إلى الشهر وفي جانب واحدة للسلافين فهو عنوه من البحث لدى الشاب التونسي عن هذه إدبارها لماذا يقع المنفور منها؟ لماذا يقع التصدي هنا وماذا رجمها آتية من خارج نوريد والي احتريعنا من جنورنا؟ عمليات إعادة البحث جعلتهم يجدون أن لقتل الاتفاة بين المدرسة السلافية والمدرسة الأشعرية كثيرة وكثيرة جدا في حين أن لقتل اختلاف تكاد تكون محدودة لماذا يقع التركيز فقط على لقات الاختلاف؟ ويجعلون منها نار ووقودة للسراع ونتغاظون عن قتل اتفاقي كثيرة والهديرة جدا حتى في المسائل التي سيفكرها في مسائل الأسماك وصفات لهذا السبب هناك كثير من الشباب من منطلق رد الفعل انتحل على السلافية ومن منطلق رد الفعل انتحل المدر بالحمل ومن منطلق رد الفعل نفر الفكر الأشعري ونفر الفقر المالكي ونفر حتى الطريقة الصوفية المعتدلة لا تجريب نحن نتحدث عن الصوفية المتطرفة إذن الفعل ورد الفعل نحن في حاجة إلى ترشيد الفعل حتى لا يؤدي إلى رد الفعل كذلك نحن في حاجة إلى ترشيد رد الفعل حتى ينطلق مستقبلاً ابتداءاً وتأسيساً عوضاً لينطلق من منطلق رد الفعل على ما سبق ذكره والحمد لله المجتمع التونسي اليوم بدأ لحمد الله يعيه أن السلافية ده الجذور حتى في المدر بالمالي وحتى في الفكر الأشعر والفكر الأشعر يحتضن الفكر السلفي أكثر من أن الفكر السلفي يحتضن الفكر الأشعر سوف أطيقوا مدلة على ذلك صدورنا رحبة تتسع لكل من يعمل من أجل أن تكون جريمة الله يا الرؤية في إطار كبير وشاسع ورحب ومن فتح هو إطار أهل السنة والجماعة السبب آخر نسيت وأنا أذكره زيادة على السببين السابقين هو ردود شروف الزيتونة على رسالة الشيخ محمد بن عبد الهان كلكم تعرفون هذا الرد خاصة الرد الشيخ المحجوب الذي ذكر في إتحاف أهل الزمان والذي فيه سبب تجاوز الحج هذا الرد القاسي من الزيتون على رسالة بن حمد عبد الهان وعتبر شرارة اشتعال الصراع بين المدرسة السلفية والمدرسة الأشعرية ولو لو اقتصر الرد على مسألة واحدة والتجنب الأشيخ الزيتونة هذا السبب الذي يواجهوا به رسالة لكن الرد مقبولا عند الأوساط السلفين ما هي النقطة؟ هي أنه بل احتلاف أين يقع بين محمد بن عبد الورب أو ما يسمونه بالفكر الوهابي أو ما يسمونه بالفكر السلفي وبين الفكر الأشعري أنه يحتل بلواء الزيتونة ورجاله هو في النتيجة التي استخلصها وخرج بها الفكر الوهابي عن كل من وقع في مطار الشرك أو مطار التمسح على الأضرحة أو مطار الزيارة القبول لا في ذلك فعدوا ذلك مخرجا من الإيمان الأصل بينما نحن في الفكر الأشعري نعطي موافقهم على أن ذلك مخارف ورجل السنة ولكنه ليس بالضرورة مخرجا عن الإيمان إذا رأيتم عندما ندخل إلى صدر الموضوع لا نجد اختلافا بين المدرستين إنما هناك نبقى عنها من تضخين المسائل وتضخين النتائج حتى أصبحت هي نحو السراط نلتقى الآن إلى المسألة الأخرى وهي مسألة المدرسة السنفية في حد ذاتها كيف أنها في ردود أفعالها وقعت في التشدن وتشدن لأن طيب الرد الفعل لا ينتج عمل علمي في قدر ما ينتج عمل نساجي انفعالي فالسنفيون تنوعوا إلى السنفية إصلاحية وإلى سنفية وعبية وإلى سنفية علمية وإلى سنفية جهادية وإلى سنفية كتلكة مدخلية وهي سنفية منذيرة بجندا وهي التي دعم على أوطار نقاط الاختلاف بين المدرسة الأشعرية والمدرسة السنفية وزيادة على تضخين نقاط الاختلاف يكذبون حتى في إيراد هذه الاختلافات وسأعطيكم الدليل على أن نقاط الاتفاق في مسائل تتعلق بآيات الأسماء والصفات تغافل عنها المداخل عمداً لكي يظهروا أن الأشاعر لا يحق لهم الاندماء إلى أهل السنة وكأنهم يدلتون ويفرحون بعدم تقول أي طرف آخر معهم ليشاهدهم في إسم أهل السنة والجماعة هم لا يخبرون ذلك إذن الجبعة الأولى نستطيع أن أقول أنها تسامحت مع الواقع وانخرطت حتى في العمل السياسي هناك من السلفيين ما أسسوا أحزاب سياسية وقبلوا بالعمل الديمقراطي وكذلك يتناقشون حتى مع عمل وخليفه مرافق ثم الجبعة المنغلقة الجبعة المتشددة هي هذه الجبعة المدخلية نسبة إلى عربيع ابن هادي مدخلي وهو كان مدرس في كلية الحديث في المدينة المنورة الآن تقع لكن تلاميذه بدأوا يكفرون شيئاً فشيئاً ويتزعمون رفع براية هذا الخلاف الشديد بين المدرسة الأشعرية والمدرسة السلفيين السلفيون هذوم المتحجرون الذين يتميزون بأحاديث مره من الصشعي وينظرون إليه من وجهة مره واحدة وبشكل سطحي ويتغافلون على أشياء الأخرى وقعوا في نمع من النمطية النمطية هذه توزعت على ثلاث مستويات المستوي الأول هو التعامل معه منتغير وظلمي بنفس الطريق والأسلوب الذي يتعاملون به معه الثابت وقع وهذا خطأ منهج أصوله الشكل النمطي الثاني أنهم يرونوا أنه يجب أن نطبق حياتنا الحالية في حياتنا الحالية يجب أن نطبق جميع الأحكام التي طبقها السلف الصالح في حياتهم السايفة علمًا وأن الأحكام الشرعية التي طبقها السلف هي نتيجة ثلاث مناهج مناهج أول لاعتماد على نصطططي مناهج ثاني لاعتماد على نصطططي لكن هناك مناهج لأعتماد لا على نصطططي ولا ظني وإذن على مصوص كلية لمسائل لا يوجد لها لا نصطططي ولا نصطططي نسمىها الإمام البرطاويج من منطقة العفو وهي التي نتعامل معها باستقرار مصوص كلية لاستخراج حكم شارع وبهذا نقص بهذا الحكم الشارعي في الشريعة الإسلامية لا يواجه لدياته وإذن ما يوراده لغيره فالحكم الشارعي مربوط بالمناهج ومربوط بالبيئة إذن عدم المناهج والبيئة لعدم الحاجة للحكم الشارعي أصلا هذا الشكل النمطي الثالث هو هي جعل بعض السلفيين يبتزمون حتى الأحكام التي خرجوا بها الصحابة يعني مادلة على هذه النصوص واعتماد على استقراءات واجتيادات ثم الشكل النمطي الثالث أنهم يقولون يجب على أهل السنة والجماعة أن يوحدوا مرجعيتهم هذا الكلام هو مقبول ولكن ماذا نفسد بالمرجعية المرجعية الأساسية المتفق عليها وهي القرآن والسنة وهم في الحقيقة عاملية لا يطبقون بذلك إنما يريدون أن يوحدون مرجعيتهم والسنة والجماعة على عدد من العلماء محدود لا يكاد يتجوز عدد الأصفاء وهذا فيه تغيق لماذا؟ فيه تغيق وفيه خلط ربما يظن الناس أن من خالف هؤلاء الشنوخ هو خارج على القرآن والسنة وفي المقابل يعتقد أن كل ما صدر عن هؤلاء الشنوخ هو عينه القرآن والسنة وهذا خطأ منهج ثم جذلك بالإضافة إلى الاختلافات المنهجية نجمة عن هذه النواطيات الثلاث هي التنظّث بأكل نحن العلماء اعتماداً على ما يسمى بعلم الشرح والتعليل وهو علم نبيل ولكن للأسد وقع توظيفه فأصبح علم سب الرجال وأصبح يخول بكل من أب ودد بأن يحكم على العالم بالفسق ويحكم على العالم بالكفر ويحكم على أي مشتهد خالفهم في مسائلات الديمقراطية أو في مسائلات العمل الحزبي لا في ذلك لأن مفال لا شيء إلا بأنه خرج عن هذه المدرسة الضيقة هذه المدرسة التي حكمها شلوخ معينون ويصبح كل من قابلهم وكل من خالفهم هو مفال وهو المبتدى إلى آخر ذلك فالنقول جميلة جداً للإمام الشاطئ قبل أن أصل إلى أن يقول فيما يتعلق هذا السلب الذي اعتمده بعض السلفيين للعلماء اترافاً من الحلم الشرح التعديل الذي وقع سوء توظيف بعض الأنفاق التي كان يستعملها ولداؤنا في لقض المحبثين والذي ليس لي شيء أو كان فيه أو هذا لا يواصل في قوله أو هذا مضروف هذه المصطلحات ليست سباب إنما هي المصطلحات عينية لكن وقع توظيف وتوظيف سيد الإمام الشاطئ يقول إن الزلد العالم لا يصحوا اعتماد ومنجيها ولا الأفض بها تقليداً له كما لا ينبغي أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجهة إن الطعام والتقبيع في مسافة الرد أو الترشيح ربما أدى إلى التعالي والانخراج في المذات فيكون ذلك سبب إثارة الأحقار إذن نرى الإدابة نصل مباشرة إلى المسألة الأساسية التي أريد أن تركزوا عليها فيما يتعلق بالأسماء والصفات آآ مفايل وقتا؟ حيبت من الجنزة الأسماء والصفات يقول السلفيون أن الأشاعر يتناولونها تناولاً يخرجهم من دائرة أهم السنة والجماعة أصلاً ويوقعهم في الظلال والابتداء وفي المقاب الأشاعر يرفضون التعامل السلفي مع آيات السفات والأسماء ويعتبرونها المؤدية ضرورة من هاي القصد إلى الوقوع في التشفيق وإلى الوقوع في التسليق أنا أريد أن واجب أن لقت الاتفاق الكثير لا يعلمها وإذا علمها ربما يذهب عنها وربما يتهارى عنها عمداً حتى لا يجد هذا الاتفاق موجود بين المدرستين فأحسن طريقة لحل هذا النزاع الرجوع إلى الفكر الأشعري الأولاً لا جداً الفكر الأشعري من أبرز الرموز التي حمرت لواءه أو الإمام محمد غزيلي إمام محمد غزيلي وضع علينا سبع نقط سبع طرق سبع وسائل منهجية في التعامل مع مسئلة الأسماء والصفات أعتقد أنها حسبت الخلاف إطلاعاً وسماها طريقة صف لم يسميها حتى بأنا أشعرين هنا بأنا قوزين نحن الأشعر نمتني إلى الأشعر دون أنه ننذار نحن قضينا سنين الصبع كلها ونحن ننصلي ونتعبد ونشكر الله ونحمده وندرس في الجامعة الزيتولية ولم نفكر يوماً من الأيام التي كنا أشعرين هكذا نوافق الإمام الأشعري ولكن لنا نتعصب لهم نخالفه في بعض النساء ونخالفه حتى الإمام الرازم رحمه الله بالكثير من التأويلات التي تجاوز فيها الحق وفي نفس الوقت ليست لنا مشكلة مع الفجر السلافي إنما اليوم لماذا ظهرت على السطح سبق وفكرته ذلك هو بسبب دندلت بعض السلافيين المنتجة كثيرة حول أن يقط الاختنامي هذه المناهج السابعة التي ذكرها الإمام الغازالي هي مناهج قلت حسنة الصراع تقوم أولاً على التقديس التقديس هو تنزيم الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها فيد الله المفكورة في القرآن أكيد أنها ليست محصولة اليد التي فيها عصب وفيها لحم إنما هي اليد مجاسية كما يبقى هذه البلدة في يد الأمير لا نقصد أنها في يده إنما هي تحت سيدرته فهو نوع من التقويل لكن لا يخرج بنا عن حدود الإمام بما ذكر في القرآن والسنة من أسماء وصفات فلا كذوة كما جاءت دون تفسيناً أو تعطيناً وهذا ما عام التفاق لكن الاختلاف وقع في ماذا؟ في التأويل أو في الإثبات التفسيم والتعطيل هذه الحمد لله تحلمنا لسنا لا معطزنا معطلين ولا مشدية وجامية مجاسمين ولكن الخلاف هو في التأويل والإثبات هناك من يريد تأويل هذه الآيات خوفاً من الوقوع في التشبيهات الخيارية والتسيمات الخيارية وعلى رأس هذه المدرسة داخل فكر الأشعري الرأس وهناك من يريد الإثبات خوفاً من فتح الباب واسعاً أمام الترويه فلا يتزدوا أبداً وتعطيناً دي كالشو بلوايا الأورو الأورو الرجال من يظمروا لجاء أنه يأتي كل من هاتف وادطة ويؤملوا آيات السكات وآيات الأسماء بشكل حتى يستقيم معه المحصد الإلهي طرد أن كل المناشيين متجام يكمل بعضهم الأخ هذا بما يتعلق بالتقيس التصديق يكون ما هو الإيمان بما قاله صلى الله عليه وسلم وهو فيما قاله صادق وإنه حق على المجهة الذي قاله وأراده يقف أنت هذا الحق ثم الاعتراف بالعجز لا يذهب إلا في قلتك أنت أي والإنسان أنك قادر على الثاني المقصد الحقيقي والمدى الحقيقي نبقى بآية بسيطات الله تعالى وأسماء هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خاطة الله ولا تفكروا في ذات إذن هذا الحق ذلك تبتع طرف بأنه لابد من الوصول إلى مرحلة التفويض هذا التفويض اللي هي ترفضه المدر السلسالية مش المدر السلسالية كلها مدر سبوعين المدرح يرفضون التفويض كلها كانت تفور وكأنك تضطر أن مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم عن اليد أو مغادرة الآيات عن الوجه هي أشياء ليست حقيقة يقول جيشم أن تثبت أن الوجه حقيقة لله تعالى وجه بيتم عن الجيمة حتى لا نقع في الناس ورقنا نقول له نحن لا نمتلوا الوجه ولكن نمتلوا بيث يدهم هذه الكيفية مطلوبة إلى الله تعالى لا يحقوا لنا البحثين ثم كذلك السقوط أن لا يسأل عن معناه ولا يقول فيه ويعلم أن سؤاله وعنه بدعا ثم الإمساك هذا أهم شيء نحبكم تركزوا عليها المهم الغسالة الإمساك هو أن لا يتصرف في تلك الألفاغ بالتصريف والتبديل والسيادة والنقصان والجمع والتفايل شيء رب سبحانه وتعالى ذكر مجموع من الآيات فيها ذكر آيات الصفات والأسماء في مواقع متفرقة كل آية في سياقها لا يحق لك شاعر أن تجمع هذه الصفات وتضع في سياقها هذا ما وقع فيه الرأس رحمه الله وغفر له هو من الأشعر ونحن وإذا كنا نتقلل الفكر الأشعر إلا أننا لا نوافق ما ذهب إليه الرأس رحمه الله من جمع وصل إلى درجة لأنه قال إذا قالت أن تثبت آيات الصفات فيجب أن تتصور وجها فيه أعين لأن الله تعالى قال على عيننا وله جنب واحد لأنه تعالى رب سبحانه وتعالى قال جنب الله وله ساح واحد لأن النبي صلى صلى الله عليه يقول آآ يوما يكشف عن ساح فصور هذه المجموع من آيات الصفات والأسماء وبطاع في سياق واحد ثم خرج بنتيجة ما هي قال لو كان هنا عمدا في السوق ما انقضاه أحدا لنفسه هذا نحن نتبرع منه كذلك هذا إثر الإمام الرازي رعيم الله وإن كان يكدي هذا الكلام لينفع من الوقوع في تثبيت فهنا لا نقول لا نحن مرفض كلام الرازي ولا موافقه إذن يجب ونقض بعين اعتبار الفكر الأشعري مرة بالخطوات ومرة بمراح ولا يجب أن يتخذ فكر الإمام الرازي مضيها للطعم في عقيد الأشعري المؤشر الرازي في حبيداته مدرسة مدرسة في حبيداته ومرة بمراح وتعرفون المشاكلة التي تعرضا لإمام الرازي رعيم الله على يد تسأل السنة أنفسه لأنه نحن نوع من الانخراف على المهجات السنة والإنحياز إلى مهج متأثر بفكر العجزات ثم المهج الزتس هو الكافة كان يكفى بطينه عن الفحر عنه والتفكر فيه وهو أفئل وظاق بدي بكفت حد شفاء ثم أخيرا التسليم لآله ألا يعتقد أن ذلك إن خفي عليه لعرسي فقد خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أكابه للصحابة الرسلين في العلم فلا يمضغي أن يقيس نفسه أن يقيس غيره بنفسه إن عجزت أن عن فهم حقيقة الأسماء والصفات ليس يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عقيدها ولكن لست مطالب أنت بالبحث فيها لم يطلب منك الشعب بأنطار حقيقة الأسماء والصفات فقد أأمن بها كما جاءت وأمرها كما جاءت كما قال السلفي أمروها كما جاءت المشكلة في التفويض التفويض يقفض للسلفيون فنحن نزلهم ماذا تريدون في مقابل التفويض؟ أنا أعتقد أن أسلم طريقة في التعامل مع الأسماء والصفات هي كما قال رسول الله والأشاعر فوضوها إلى خالقها ماذا يجعلنا مدهوعين إلى تقوم في هذا الباب المظلم الذي لن نعرش منه بإلا بالفوارد من أكثر بقيت ملاحظة أخيرة قبل أن نختم ندعي الروب شكرا لكم شكرا لكم أتمنى من أستاذ مينيكا منطر تغيبا بسر بن ماغري شعر ربيش فيه قبل أن أحينا إلى النقاش الذي نرجو أن لا تجاوز ثلاثين دقيقة أريد أن أشير بصفة مستعجلة إلى أن الخلافة عند المسلمين الخلاف الفعلي بمعنى الخلاف الذي أسس للفرقة وكان سياسياً مع الخوارج وهذه الفرقة سميت خوارج جانهم خرجوا عن سنن الأمة وأدى الأمر إلى إزالة هذه الفرقة بالسلاء لأنها خرجت على الأمة بالسلاء فكان لا بد من إزالتها بالسلاء ثم انحصر بعد ذلك الخلاف بين المدرسة السنية بمعنى أنه انتزم بما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في الأمصار والمعتزلة والمعتزلة لم يكن الأمر ليحتاج إلى تصرف معهم كما تصرف أهل السنة مع الخوارج لأنهم لم يخرجوا بسلاء وإنما كان الخلاف فكرياً فاحتاج أهل السنة إلى مقارعتهم بالحجة بأسلوبهم الذي برزوا به واحتاج الأمر إلى ثلاثة قرون لانتهاء الفكر الاعتزال أي من بداية القرن الثاني مع واصل النعطاء إلى نهاية الفكر الاعتزالي مع أبن حسين البصري المدوافة سنة 436 ما يقل من ثلاثة قرون والجدل العلبي قائم بين أهل السنة والمعتزلة جولة لها أولاً وجولة لها أولاً واشتدت قوة الاعتزال في زمن الإمام أحمد بن حنبل أي زمن الخليفة المكمون والمعتصم والواق فهؤلاء ثلاثة قلفاء سهلت الفكر الاعتزالي ونكبوا بأهل السنة ووضعهم في السجون وقتلوا من قتلوا من أهل السنة وعلى رأسهم المحدث المشهور محمد بن نصر ثم بدءاً من القرن الرابع بدأت الكفة تترجح شيئاً في شيئاً في ميدان الكلام والفكر مع أهل السنة مع قلوم أبي حسن الأشعر ومع قلوم أبي منصور المتوريدي فكلاهما من أعلام السنة لكن عرف المتوريدي بأنهم في الفقوع يأخذوا بقول أبي حنيف وعرف أول حسن الأشعر بأنف الفروع بأنه يأخذوا بقول الإمام الشافعي فكلاهما ينتبيان في الفروع إلى إمامين من أهل السنة وبالطبع أيضاً ينتبون إلى في تفكيرهم الكلام إلى أهل السنة والجماعة وكانت هذه المرحلة مرحلة معناه نهضة فكرية بالنسبة لأهل السنة مع هؤلاء ومع الطحاوي الذي كان إذن معاصراً لهم ومعروف كتابه الآن كتاب العقيدة الطحاوية الذي رجح أيضاً من فكر السنة فهؤلاء بدأ الاعتزال في التراجع وكان تلاميذ الأشعر والمتوريدي حتى جاء ابن فورك وجاء أبو بكر الأبهري وجاء أبو بكر القاضي أبو بكر البخلاني لينتهي الاختلاف مع المعتزلة ولترجع القيادة من جديد إلى السنة في نهاية القرن الرابط لكن في ذاك الزمان بسكتناء إمام أحمد النحنبل لم يعرف للحنابلة جدل مع المعتزلة وهذه الحقيقة يجب أن نعلمها ومدركها أن الذين حملوا رواء النقل والرد على المعتزلة مدة قرن كامل أي في القرن الرابط هم تلبيذ الأشعاري وتلبيذ المنصور البنوريدي حتى انتهى الاعتزال في الأخير والذين أرجعوا سمنية الأمة في الفكر هم الأشعار فلما صف الجو لأهل السنة نشأ طائفة من أهل السنة في إنكار كل تأويل ونشأ ما يسمى بالصراع بين الإخوة بين فصائل السنة لأن لم يعود هناك عدو بالنسبة إليه وأصبح العدو مما بينهم وكما قال الشعر وعلى بكر الأخينا إذا لم نجد إلا أخانا بحيث إذا لم نجد عدوا فإن أخانا هو الذي يجب أن نصبح عدوا وأن نصبح الأشاعر هم العدو بالنسبة للحناب وكانت على فكر أن بدايات الحنابلة أئمة الحنابلة أو فاضل الحنابلة إلى القرن الخامس لم يكن لهم صراع مع الأشعار وأنا نقول لكم أن تأتوا بكتاب وإمام من أئمة الحنابلة في القرن الراب والقرن الخامس والقرن السابس يذكر الأشاعر يذكر الأشاعر بسوء وإنما بدأت هذه النعرة بعد ذلك بدءاً من القرن السابع وتوطلت هذه النسعة وللأسف مع الإمام أحمد بن تيميلية مما أدى الأمر إلى سجنه وإلى نشوء خلافات كبيرة لكن هذه سرعانة ما تريق شكل هذا الخلاف ليعود من جديد في القرن الثاني عشر مع الحركة الوهبية وأنا بالنسبة لزميل عبد الباصل لا أوافقه أن صحيح أن الزيتون وعلماء الزيتون أنهم ردوا على محمد بن عبدها رداً قاسياً ولكن لا ننسى أن محمد بن عبدها في رسالته لشدوخ الزيتون تستباح دماؤهم وأنهم محتاجون إلى أن تفتح هذه البلاد دائماً هذه البلاد هي محل تجارة للمشارقة أنها نفت منها العلم والدين وأنها تحتاج الآن منذ ثلاثة وأرعى قرون أنها تفتح من جديد ولكن شاء الله سبحانه وتعالى وشاء في الأحداث أن يخرج الفتح من هنا من هذه البلاد لإعادته 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 تقديم النموذج الإسلامي الراقعي وإلى الآن نجد هذه البلاد رغم هذه الفورة التي قامت بها نجد من هذه التجربات ونجد من هذه السرعات الدامية التي أصابت المشرق في جميع أمصاره إلى أخياته ولا يزال المشارقة اليوم في اختلاف دائم وفي سفق للدماء وفي تدمير لقدراته من البشرية والعاملية ونرى هذا البلد يتلمس خطاع في أن يهدئ من روع المشاكل رغم أنه بالأممي شرقا وخرقا ونحن بقدر تجهدورنا في مدنيتنا ولا أقول في أشعريتنا ولا مالكيتنا إنما تجهدورنا في مدنيتنا أننا ننتبه إلى مدينة رسول الله قراءة وفخة وسنة وعلما وأننا لا نزال نتشرف بهذا الانتماء وأننا سنعفض عليه بنواجهنا لا نسكن فيه إن شاء الله تعالى تعرف وأننا نقوم بإمكان النقاش وأن يتفضل كل جلود من يريد التدخل أن يأتي إلى هنا وأن يتفضل وأن يتفضل وأن يتفضل وأن يتفضل أتفضل وأن يتفضل وأن يتفضل الموضوع الذي هو موضوع يوم هذا اليوم الدراسي هو موضوع الساعة ويجب أن يحضر في الأهمية التي يستحق مقاله الدكتور رشتيوي صاحب الناحة الكريم أردت أن أشير فقط أن المولى سبحانه وتعالى بآية الكريمة التي ذكرها الدكتور رشتيوي وهي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أقول الأمر منكم فإن تنازعتم قال هنا يعني إن تنازعتم هو الأصل هو الارتلال وتفرع عنه يعني الاختلال يعني إن تنازعتم يعني يمكن أن يحدث هذلك الاختلال ولكن إذا ترمنا في الآية الكريمة الكريمة إن تنازعتم يعني لغويا إن تنازعتم يعني ظننيا هناك إقرار ظننيا للنورة سبحانه وتعالى أن الاختلاف هو من سنة الخلق يعني الاختلاف هو من سنة البشر يعني الإنسان من طبعه أن يختلف وهذا خير كثير هناك حديث يعني عن رسوة عليه السلام يعني يقول فيه اختلاف أمة رحمة يعني بقاطة مضحة كما ذكر الدكتور شكرا يعني يعني في العبادات أو في غيرها يعني نحن البشر رؤائنا تختلف وبالتالي يعني يجمع أن يكون الذي يجمعنا هو حتى وان اختلفنا نعود إلى الارتلال وهو القصر بقاله الدكتور عبد الباصد يعني جميل جدا لأنه يعني باراتنا بالواقع الذي نعيشه الآن في تونس وهو شيء يعني يعني يجمع أن لا تحدى لا فيه أنا لا أوافقه لا أوافقه عندما قال يعني سر الاختلاف بين يعني يعني الأشاعة وأهل السنة من خاصة المنم الذين تطرفوا يعني المدخليين إلى خليم يعني يعودوا إلى دندنة ولماء الزيتونة وتعصوه إلى المدهب الباقي يعني بشكل صريحا وكبير أنا أتصور من هذا ليس صحيح ما قال هو الدكتور إيشان هو في نصيب كبير من الصحة وأقول لك يعني بالعكس ربما تقاعص علماء الزيتونة وركودهم إلى حد الغياب عن الساحة هو الذي فتح الباب على مصرعي يعني أمام هؤلاء مع إقرارهم يعني بيعني ولماء الزيتونة إقرارهم بالطرقية التي كانت زائدة وانحراف عن التصور هو الذي دفع السلافيين إلى وجود هذا الفكر ومع توفر الفضائيات التي أصبح الآن سهد الاتصال الغرب بالشرق واعتماده باعتماد الكل على علماء السعودية هو الذي أوصلنا إلى مهنو عليه الآن ليس فقط يعني دندنة الزيتونة هم غافلوا وتغافلوا وغادوا عن الساحة في كل شيء حتى في الفروة حتى في الأمور التعبدية يعني لم يعني لا نكاد نرى يعني اجتهادات لا نكاد نرى يعني أي عمل يعني يعودوا إلى علماء الآن في تونس في هذه الفترة وبالتالي كان الباب المفتوحة عن المصر عليك مع وجود الفضائيات هذه وصلنا إلى المصنية وضربها السلام عليكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك إن شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك من بالاختلاف حولا فهمي البسيط لقد اختلف من هم خير مننا وبالتالي الاختلاف هذا مسلم به سوف نختلف سواء كنا أفزارة وكنا عباغرة ولا كنا يعني متوضعي الإمكانيات وفي سيرة الصحابة رضوان الله عليهم يعني ما يغنينا قصص عديدة وأولهم يعني الخلاف في حربي أو في محاربة من ارتدوا أو من امتنعوا عن أداء الزكاة ولم يعني يكفوا أو ينتهنوا عن صلاة وتعرفوا كلكم الخلاف الذي صار مع عمالقة الصحابة وكيف يعني سلموا جميعا لسيدنا أبو بكر بالرأي الذي ذهب إليه وكان يعني يعتبر سادقة في الإسلام ما ذهب له يعني خليفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هذا لنعلم أن الاختلاف وارد إذا لم يكن حكم فقط أردتوا أن يعني أذهب لكم إلى يعني نقطة أو مشهد قرآن كيف صور هذا القرآن خلاف أو خلاف في الفهم بين سيدنا داود عليه السلام وابن سليمان والآية تعلمونها وتعرفونها جميعا كيف أن يعني رب يقول بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكماني في الحرف وكنا لحكمهم فارنفشت فيه غنم القرن وكنا لحكمهم شاهديه ففهرناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما هذا يعني درس قرآني شوف يعني كلاهما نبي رسول وهذا يعني كبير في السنوة والأبد ورأى الله ميزا واختارا واصطفا في الفهم الطفل أو الولد الزاير أردت أن أعقب قليلا بما أعلمه في هذا الجدل يعني الأصبح معاصرا وهو قديم بين يعني السلفية وبين الحركة الوهدبية قرأت فيما قرأت وسمعت من مشايخ إزواتنا أنه كان في مشايخ الزيتونة من يقلونه ويعني في الدرس أنه محمد عدوهد مصلح ولكنه يعني رأى من زاوية وهناك يعني كي نقوله ضعف مكان وزمان تصرف على مقتضاه لكي يعني يعود إلى الأصر ويحارب تلك يعني الأشياء التي رأى هو أنه سبب في تخانف الأمة وهناك في مشايخ الزيتونة من له موقف قوي وحاسب وإلى حد المال شديد جدا ولهذا المشكل إنه هيش أشخاص هنا أثبتني كلمة وقتاني قال دكتور تطيب إيشاب يعني وين مش نرجو يعني إذا كان القضية قضية كل واحد يدعو لشيخي ضاعت الأمة وكل واحد يتعصف لشيخه واحد وهو قد يعني قالها ونقرح حديث قال سيدنا عبد الله بن عباس قال أقول لكم قال رسول الله وتقلون لي قال بكر عمر ولهذا الأصر قال رسول الله هذا يعني خيرت أهل الأرض بعد الأنبياء بكر عمر يعني رد كلمهم هنا يجيوا دموا نحن ممكن بالطريقة الشعبية يجيوا ناقشوا معهم خيانة اللي هما فعلا أقرار في التلافذ ولا أقرار طريقة أخرى وما القرناش يعني غرف جبعة الزيتونة والتصحر العلمي وتشفيف المنابع هذا طبيعي إننا القرن يموحدة ويكون جملة مفيدة يعني آآ نعمة إذا كان خمسين سناء محاربت الدين والتدين ومحاربت كل ما يحب يجتهد بش يعرف دينه ولهذا هذا طبيعي لكن نرجو بمرحلية بدأني نفرم وبحمد الله اللي ربي يسرهم في الفهم تويفهم والله هما ارزقنا حسن فهم ولم أضيح بالنخلات الأخرى اللي كي لا أطير السلام عليكم ورحمة الله ناخدوا مداخلة أخرى ناخدوا مداخلة أخرى وإن سيارة القبور والتبرم بها ذكرنا أستاذنا الفاضل يعني أردت أن أقول أن المسألة اللذيذة التي ظاهرة فيها الخير